السؤال الجاي ليك يخص الكابتن شوق غريب هل كان ليك رأي في قرار رحيله عن تدريب المنتخب الأولمبي؟ لا، لأ أنا بالنسبة لي كانت مفاجأة لما عرفت بالخبر ده من الأخبار من الصحافة والأخبار لما عرفت إن هو مش موجود أنا ما كنتش موجود تماماً في القرار دوت وحتى بعد طاكيو 2022 أو 2021 رئيس كابتن أحمد مجاهد كنا بنفكر كنا بنفكر مين هنجيب ويضرب المنتخب هو سألني عن رأيي وكان رأيي إن كابتن شوق غريب فاهم كويس جداً في الكورة المصرية وهو مدرب كويس طبعاً أنا كنت بتفرج على الماتشات الأولمبية وهو كان عنده كورة كويسة فهو كان من الأشخاص الصحيح إن هو يكمل مع المنتخب الأولمبي علشان يوصلوا للألعاب الأولمبية 2024 بس في هذا الوقت كابتن أحمد مجاهد طبعاً بالأخص إن كانت النتائج كويسة جداً وإحنا كنا خسرنا موتش واحد كان رأي إن كان رأي إيجابي جداً لكورتش أحمد مجاهد بس أنا طبعاً ما أقدرش أتدخل في القرار بس كابتن أحمد مجاهد هو لأخذ القرار بس طبعاً ساعة ما القرار تأخذ ما كانش حد سألني على القرار دوت ما حد سألك كمان عن قرار رحيل حسام البدري ده كان قرار الاتحاد طبعاً بعد الموتش من قصاد الجابون فالاتحاد هو اللي خد القرار لما جيت كان قوتش حسام البدري هو المدرب كان علاقتي كويسة جداً بيه بس طبعاً أنا ما تدخلتش في القرار بتاع الاتحاد وأظن أنا دلوقتي عارف إن لما جيت في شهر خمسة بس ما كانتش الأمور ماشية بالوضع الصحيح فكان فيه أكتر من حاجة هي اللي خلت الاتحاد هما اللي ياخدوا القرار له وطبعاً بعد الوقت إن كوتش حسام البدري ساب المنتخب أو ساب الاتحاد وطبعاً كان ساعتها رأيي نحن نجيب كابتن كاروس كيروش برضو أنا ما سافرتش للجابون وكان الكوتش تم إقالته بعد الموتش وصاد الجابون على طول وطبعاً القرار كان قرار كوتش أحمد من جاهد أو الاتحاد نفسه هو اللي خد القرار علشان يقيله الكوتش حسام البدري ترجمة نانسي قنقر